خلينا نتكلم بقى عن المنتخب الأولمبي وخلينا نتكلم عن التعادل اللي شفناه برح وليه حاسين إحنا بغياب تجانس ما بين العيبة اللين ده أول تجامع المنتخب الأولمبي إحنا ما كانش عندنا منتخب أولمبي أصلا ده هو لسه المدرب بادئ يضم لعيبة للمنتخب الأولمبي يعمل قاعدة جديدة للمنتخب الأولمبي قبل ما كفالي يكون موجود ما كانش فيه حد أصلا الموجود كمدير فان المنتخب ما كانش فيه منتخب كان كابتن شوق غيره تم اختياره لكن لم يتم اختيار اللاعبين ولم يتم عمل معسكر بهم فده اول معسكر اللاعبين اللاعبين دي ما لعبتش مع بعض قبل كده موجودين اول مرة ده اول مبرار بالنسبة له فاعتقد هو هياخد وقت كمان لحد ما يجهز كمان وشوف كل اللاعبين لان مش كل اللاعبه مثلا ظهرته دام يعني هو بيتجهز ودامه قاعدة لعبين وهو بيبدأ يختار منها لكن هو بنفسه هيبدأ مع الوقت يشتغل وشوف يبص على اللاعبه اللي موجوده في الدور المصري يختار من انها عناصر لان يمكن اغلب العناصر اللي موجودة حاليا مش اختيار وهي بتببط رشحات اكتر لان هو لسه ما شافش اللاعبين كلهم بيبدأ يبص عليه ويشوف فهي الفكرة كلها بتبقى هو اختار مين شاف مين مناسب بالنسبة له لعب من شاطئ دي كل الحاجات دي وده حاجاتها تاخد وقت يعني لسه بدل ان انا برضو قادر اقول هل هو شغال كويس او شغال غلط لان كل اللاعبه دي ممكن اول تجمع بالنسبة لها حتى المنتخبات الثانية نفسها مكانش موجودة يمكن بعد بعد الاولمبيات تقريب مكانش في منتخب اولمبي فده يمكن لسه اول مرة يبقى عندنا او يبدأ يحصل تجمع بيهم بس احيانا بلغة كرة القدم الملعب بيكون ليه معطيات مختلفة خلال متابعتك للمباراة مباراة للمنتخب الولمبي شايف ان دي يعني اداء او علامة لوجود جيل جديد قادر على المنافسة قادر على يعني جلب الالقاب لمصر المكالمة عن المنتخب برضو في النهاية بيمثل مصر هو فيه لعبة كويسة في المنتخب الولمبي ولعبة تلعب فريق اول مع فرق عرب بدر من ناشين الاهلي لتجربة مع فيوتشر وكان بلعب اساسي ليه في التجربة قبلها مع الجونة محمد اشرف هو اللي انهى الموسم كان بديل علم علول محمد اشرف لعب كويس احمد عاطف في لعبة كتير جدا كويسة هتبان وهتظهر مع الوقت ميسي مثلا لعب الاهلي الجديد لمنتقل من سيراميكا كان موجود فيه لعبة من فيهم لفت نظرك قلت هو ده مبارح يعني محمد اشرف لعب محمد اشرف في الباك الشمال الاهلي اعتقد هو يعني اكتر حد لفت نظره في المباراة وكمان يمكن هو من فترة شغال بشكل كويس جدا مع الاهلي واعتقد هو كمان في الاهلي بيفكر فيه كبديل لعلي معلول واظن ان هو اذا كمل بالمستوى ده مع تطور هيكون عندنا هيكون الباك الشمال الاساسي المنتخب مصر هو لعب جيد جدا شايف كان المنتخب بيفتقد لصنع العب؟ اصابة ميسي شوية اثرت على المكان ده لكن هو لسه يبدأ يستكشف لعيبة يعني ما فيش لسه لعيبة كتير جدا شفها بس فكرة اللي انت اصابة ميسي وما يعيش عندك البديل حتى لو لسه تبدأ برضو اعتقد صعبة شوية اتأثر عليك حتى المنتخب الاول ما عنده صنع العب حاليا حتى المنتخب الاول بيعاني في المركز ده عنده مشكلة محمد مجدي افشا شوية مستوى بيوبا متراجع شوية مستوى كويس لكن مع كيروش مثلا ما لعبش مع الاهلي كان مستوى متراجع